لايف نحنا؟ واحد، ثلاثة، أربع، خمسة لما هي ما بدها تسمعني تقوم ياب تطفي السماعات يا أما بتشيلهم بتخليني عية والصوت يوصل للجيران وهي خبرونا أنه ما لازم نخبر حدا لأنه هيدا شي ممكن يؤذي بنات العالم ليس إندم ما بتسمع؟ ليس؟ هيدا سؤال خريب ما عندي جواب لاش ما بتسمع؟ ما بتسمع؟ توجب علي أنا أني أدخل أنا على الصف عندها أنا شلت الجهاز من عن رأسها وعرفتهم عليه وإنه أي حدا بيحب يلمسه بيحب يمسكه بيحب يتعرف عليه فكفكته قدامهم وركبته وقعدت له مشو أهميته إنه هيدا ديناها لسادين وبتمنى منكم إنه ما أحدا يشل إياهم أو يمزح معاها فيهم فكانوا كتير هؤل الأطفال اللي إحنا منشوفهم أطفال كانوا كتير حماية لإلها عايش بيننا سفهمتها لكيف يمكن مختربين مثلي ضمن المجتمع اللي أنا فيه فالولاد اللي معه أغلب الأحيان أغلب الأحيان لأ هني بنا آدمين هو ولاء مرة فتت لأحكي مع مديري وكان عنده ناس بالمكتب ففتت أنا محمسة وهيك عم بقله إنه استاذ لأي فيه شخص بدي يحكيك كذا فتري هو منه بالمكتب والباب مفتوح فبقوم الرجال اللي كان هادي عنده بيقلي شو مفاونسي مش إشعة فانحرشت شوية بس ضليتني طالع عادة يعني ما علقت عالموضوع أنا فاهم هي القصة وان؟ هي القصة لما عندنا إعلام غلط ولما عندنا الأبروتش طبع الشخص الكفيف غلط ودايما بدنا نظهره بصورة هيدا الإنسان اللي هيك قاعد عم يشحد الإعاشة أو قاعد هيك ما بعرف كيف ومعطر ومشحر وأهم شي صفت ميوزيكا هادي اللي فيانو هيك ساعدوهن بحاجة لمساعدتكن هيدا الإمج هيدا اللي بتقتل هيدا اللي بتقتل أي تواصل ممكن يصير بين الكفيف والمبسط لما قلنا لهم إنه نحنا شخصنا الحالة وهو سما التوحد خبروهن أنه ما لازم نخبر حدا لأنه هيدا شي ممكن يؤذي بنات العالة ليه بدنا نقعدوا بالبيت بين أربع حيطان لأنه مثلا هم بيعون كرايز برة ما يجرسنا ليه ما بدنا نحنا نتقرب منهم ونحسسهم لا متلنا متلكون هن ما بهم شي بيعرفوا يعبروا بيعرفوا يمبسطوا بيعرفوا شو بدهم بيعرفوا شو بحبوا بيعرفوا شو ما بحبوا ليه نحنا بنا نحطهم بكازوا أنه هن بمحل من المحلات برات المجتمع طبعنا أنا مختلف عنك أنت مختلفة عنه كلنا مختلفين عن بعض أنا ارتبطت لمدة 18 سنة مع شاب كنا نحلم أن نكون مع بعض بس دايما عيلته كانت رافضتني رافضتني بسبب إعاكتي يعني هي والدته أبدا ما كانت متقبلتني ولا بأي طريقة ويوم الخطبة إجت هي وعيطت علي وصرخت علي أنه لا لا بدك تغديلي ابني وأنا قيلتلك ما بدي إياكي أخيدي حدا عنده إعاقة مثلك مثله فأنا هون صراحة نقهرت كتير بكيت كتير زربت حالي بالقودة لمدة ثلاثة أيام وأنا مقهورة أنه اللي صار معنا بعد ثلاثة أيام شلحت المحبس ورحكي الواحد بتريهم أنا قعد تحكيتهم اتحدث كذا لا آه ثلاثة أنت أوكي آه فهمانا ليه هولي كلهم ما بدون يكونوا فيه ليه نبعتون عني واستثنيتوني من هل الصفات هاي ده لمجرد شفتوا عصايته أنا كتير بأيد نور بالشعار اللي بتستعمله بالحياة طنس طغش طنطغش المجتمع بدو يتقبلني نقلق ونقلق أنا بالنهاية عندي إشي كتير قدم له إياها ليش حرام؟ ليش حرام؟ قبل ما يدمجونا بالشركات يدمجونا بحياتهم يتقبلونا بحياتهم إلي دور بهالدنة بدي أعمله لو شو ما صار؟ أنت وربك أعلم أنت وقتاريب بس في دور بدو الواحد يعمر فمنونترو نحن متفقلين ومنسعاله نحن ما بدنا حدا يتحنن علينا نحن بدنا حدا يقوينا ومنقوى بحاله ويوقف حدنا بس أنا هاي الرسالة اللي بحب وجهها أنا ما فيه يقول له هاي بشوف لأني ما حشوف أنا كرمال ابني يتقبلوا المجتمع أنا مزرقتوا بالبيت باستمرار بطلعوا هلأ عادي ما حدا بيسألني شبه ولا أبدا 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 يعني أنا فردتوا على المجتمع بفتكر أحلى شي صار بحياتي هو أنا أنه عم بشتغل هون يعني لأنه تعلمت منهم أكتر ما تعلمت بحياتي كلها قصص ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر